ما أعتقدش أنه راح يصير لأنه يعني شفنا بالسنوات السابقة شو صار وما كانتش تزبط يعني لأن كل واحد مكتنع أنه حاله هو صح مش مستعدين أنهم يعني أكي مثلا في الوقفات في الأشياء أنه كلنا إيد وحدة بس كل واحد راح يكون عنده صراع أنه أنا صح أنا صح أنه أنا انتمائي صح الفكر عندي صح بس كلهم غلط والله حلم بليس بالجنة مبدئيا ثانيا الفصال الفلسطينية حاليا مشغولة بأمور أخرى حزاب وضعها مش متصالح مع بعضه لا داخليا ولا على صعيد بشكل عام بالبلد يعني الحزب مع الثاني وبنفس الوقت في عدم قبول نسبة عدم قبول من الشعب نفسه لهاي الأحزاب فبتخيل أنه إحنا بدنا إش جديد بالبلد الأحزاب الموجودة هلأ خلص يعني تحكي أنه عف عنها الزمن يعني بدنا إش جديد بدنا إش يرضي الشعب نفسه والشعب مش راضي حاليا فلا ما بتوقع بالحديث عن الانتخابات في مدينة القدس واللي هي فجرت موضوع الانتخابات وتم تأجيلها بعد أن صدر مرسوم بإجراءها في أذار العام 2021 هناك من يقول بأن يجب أن نخرج من الإطار الذي يبقينا مرهونين بموافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس من أجل إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية هل تتفق مع ذلك بمعنى هل يمكن إجراء الانتخابات دون القدس أو هل يمكن إجراء الانتخابات في القدس فرضها على الاحتلال وليقم الاحتلال بمصادرة صندوق الاقتراع بمنع التصويت ويكون عاري أمام العالم يعني في القاهرة قبل الإعلان على الانتخابات طرحنا موضوع الانتخابات وكان من الجميع بالإجماع أن نخلي هذا موضوع إجرائي موضوع الانتخابات بالقدس وكنا يعني أنا من الناس اللي حكيت على الطاولة حكيت أن إحنا بدنا نحسن كيف ستكون الانتخابات بالقدس وتشمل القدس في حوارات القاهرة التي سابقتك مرسومة نعم نعم وكان جميع من جميع الفصال أن هذا موضوع تقني فني يتم مناقشته مع لجنة الانتخابات المركزية ولم يتم اتخاذ قرار سياسي في هذا الموضوع نحن نرفض في القدس أن نترك دائما لمواجهة مصيرنا مع الاحتلال هذه سياسة التخليئة الدائمة دون خوض رأس القائمة من القدس وأن تكون القدس هي عنوان وبوصلة هذه الانتخابات لا نريد هذه الانتخابات نحن نريد حق الشعب بالتمثيل ولكن ليس على حساب قضية مركزية مثل القدس لا تقل أهمية عن قضية اللاجئين أو حتى عن أي قضية مركزية أخرى في القضية الفلسطين لست متفائلة بإجراء انتخابات في القريب العاجل نتحدث 23 أو 24 وزي رأي الشارع أنا في الشارع وشايف أن المتغيرات الدولية والمحلية والسياسية والإسرائيلية لن تسمح بإجراء الانتخابات في القريب العاجل